ترجمة نانسي قنقر وتشيل منه عشرة دوليين صح؟ كم تسعة دوليين عند اللهلي؟ عشرة 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 وتشيل منه ثلاثة أجانب عشان يرجعوا أربعة صح؟ هم؟ انت عشيل ثلاثة عشر لاعب وتخليه شارك في دور الستة عشر يسح باللهلي أحسن حتى لو هذا القرار نسبة إلى مشارك المنتخف كاسا عالم إذا هذا القرار موجود من أول كان مرود تشعر في الأندية قبل تسجل اللاعبين المحترفين لأنه مستحيل كان الأهلي بأي حال من الأحوال ما يسجل عمر السومة إذا المحترفين موفيه لأنه مهند رايح الأهلي ما عنده مهاجم آخر أكيد لا لا أكيد عايشير مراجعة حتى لو بعض اللاعبين حتى لو بعض اللاعبين إذا كانوا لابد يعني المجموعة اللي حيلعب لها الأهلي ما هي سهلة تكلم عن السدة وبيروزية وممكن نساف يعني مجموعة صعبة عشان كده أتمنى أن الأهلي المرة القادمة يتصدر مجموعة أنك تلعب اللياب على أرضك تكون لك أفضلية بالشكل جيد صحيح صحيح خاصة أنك يحكم عليك يعني مسيرتك لهذه البطولة دور الستة عشر تستاهل من دور الستة عشر ثم أنك تحضر للموسم القادم يكون في حتى إمكانية تسجيل محترفين بالشكل اللي يحتاجوا للفريق بالشكل بأكثر فأتوقع على ضو هذا الدور المسيرة لا يهديهم من الله إن شاء الله نتمنى انتحد كرة القدم يعمل مراجعة لهذا القرار لأنه الحقيقة يعني بدون لاعبين دولين نهائيا مشكلة ببعض اللاعبين احتمال بكل اللاعبين الله تكون أنت يعني اتجملت من غير لاعبين قل للأهلي ينسحب أشرف فاصل وراجعين